تعيش عائلة إيفونا فوجنفسكا قرب ميناء جدانسك البولندي لكن الهواء النقي الذي كانت تتنفسه أصبح اليوم ملوثا بالغبار المنبعث من الكميات المتزايدة من الفحم المستورد تقليديا كان البولنديون المعرضون للتلوث الناجم عن التعدين يعيشون في جنوب البلاد حيث يستخرج الفحم وليس كنت تتزايد المشكلات الصحية في المنطقة ويعاني أحد الجيران وهو هنريك موتل أيضا مشكلات رئوية بسبب نقص الانتاج المحلي الكافي اضطرت بولندا إلى استيراد الفحم الذي لم يعد يأتي من روسيا منذ غزو موسكو لأوكرانيا وبدأ من أقدانس الذي اضطر لإدارة الكميات الكبيرة المستوردة من كزاخستان وكولومبيا وإندونيسيا تخزين الفحم قرب مناطق سكنية ودعا مجلس المدينة الحكومة وسلطات الموانئ إلى الاجتماع لكن دون جدوى رغم أن 95% من الميناء ملك للدولة وخلال الاجتماع طالب المجلس الحكومة بالتحرك الفوري والبدأ بتنظيف الشوارع ومركبات الميناء ومراقبة مستويات التلوث